السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم صبحنا على واحد الأسرة بنتهم توفات وتي يبكي ويبقوا فينا بصراحة وتي يبكي الأخ وتي يبكي الأب وتي يتأسف وتي يتحصر العم هاد البنت ما هيش بنت بقى صغيرة هي بنت الزوجات من مدة 30 سنة وهي مزوجة مع السيد الزوج ديالها واللي غريب في الأمر هو هاد السيدة كانت كتجيل دارهم وكتسبكي وكتقول لهم را دربني را هرسني ورادة وهي مريضة هاد السيدة مريضة قالوا عندها المعدة عندها المسران يعني ومني كتجيل دارهم يعني كتتحامى هاد السيدة عارفة بالله عندها دفء عندها 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 واحد العكاز تتكالي العكاز اللي كيكون في الأسرة من طرف البنت هو الأب والأخ وهي عندها واحد الحظ كبير أنه عندها الأب في قيد الحياة وعندها الأخ تبارك الله هاد الأخ اللي طلعت تيتحصر وتيتمتم وما عارفش اش يقول وكيحكي لنا أنه واحد النهار كانت خطوط ضربة قدامه وفي نو هاد العكاز هاد العكاز هو مهرس مشقق وكيحكي لنا واحد النهار جاء تغضبانا كيحكي لنا واحد النهار جاء تهجم علينهم وتيقول لهم أنا بغيت نجوج ومعندها حق باش نجوج وناد الأب والأسرة كلها وما قالوا الأسرة كلها تقريبا فيما كان شراجل في الأسرة را ناض مضالي يعني دار توقيع أنه قالوا لها غير سمحي لي علاش حيث مريضة حنا سمعنا مريضة نقلنا عنده شي مرض مزمين عنده شي ممكن هيرمت يمكن سيدة الزحفات يمكن سيدة عقليا نصف يمشات يمكن سيدة بقى بكل قوة هالعقلية وهاد السيدة بنين تجيل دارهم ومريضة وكاتشكة را ما عنده شي حالة من هاد الحالة دي المرض اللي كيناها منحقها تمرد عندها غير المسران والمعدة على الإنسان منه كيتغدد وكيتفقس وكيرد القلب وشنو الأشياء اللي كتمرد عنده هو المسران والمعدة المعدة كتضرب المسران وصافي ما منحقهاش تمرد ما فكرتوش انتوا من يجا تختكم عندكم ودقولوا لها أشنو كينو تصنطو لها وتمشي وتهدروا معي ليش خلعكم وهو بدبا عند بالو عند أختكم هو الراجل ما بغاتش تطلق منهم بغاتش تطلقوها راجل يعني كيبه لكم واحد لهيبة واحد شخصية وكتردوها لي وكتقول الله سيريوي بغا غير يتجوج غير من ضيليها اعطيها غير يتجوج شكونوا هو في خلق الله اللي حتى يبز عليكم ويجي وقف عليكم ويقول لكم غير نجوج وتعمروه بإمضاءات والإمضاءات قانونية يعني غاديين الجلسة الأولية الجلسة الثانية تقهرات المرة بعد ما كتجي وكت تحمى فيكم وتقول هادي أخوتي وهادي ودي دية وهادي ضربة ها؟ وكتقلس عندكم كتدفعوها مع الباب علاش؟ تقلت عليكم اللقمة ديها لعليش ما تهضروش؟ علاش ما تهضروش وتقولوا لي هادي السيدة دي رها بنتنا نهار جيتي عندنا تقول طالب راغب في إيد بنتكم الماصون فلانة بنت فلان الولدنا فلان وولد فلان فينا هي العائلة اللي يجاب معاه علاش مني كتكون البنت متنقشة مع الزوج ديالها بعض العائلات مش يقول لهم كينين بعض العائلات اللي فيهم غير العيالات غير العيالات وكتوقف للراجل بالمرساد كتتكلم معاه بالحق علاش حيث كي القانون والغلط يوقع مع اي زوج مع اي زوجة مشي الناس مالاك ما غديش يتناقشوه الحياة كتعطي واحد النقاش مشي كيوصل الضرب وإنما النقاش كيوصل الى احترام مرات المرات كتفيض بيها كتهضر كتلوح شي كلماء والراجل كذلك ولكن كل واحد كيش يددو كيذير يفجيبو ما يبقاش يشالي بيها ويلاقي بيها ويضرب بيها واللي بغي يضرب شي مراء يضربها بالفلوس يضربها بالكسوة يضربها بالاحترام يضربها بالتقدير يضربها بالاداب مشي هزيد دي ويبدأ يضرب إلا بغي يضرب يضرب راجل بحالك بحاله يصير جرب في الجار ولا جرب في مول الدار ولا جرب في مول الحانوت ولا جرب في الكزار ولا مول الفرماسيان شوفوش تقدر تهدر معاه ما تقدرش لانه اقوى منك لأنه ما تقدرش عليهم أنا كان هادر على الرجل الصليط الرجل اللي ما كيحتار مش نفسه الرجل البائيس الرجل الكاسول الرجل اللي ما عندوش العارض اللي ما مربيش نضت هاد السيدة شافت احتعية كلت السم سواء انكلت أو كلوا لها وانا تنشك والله أعلم أن هاد السيد هو اللي يعطيها السم تاكلوه وبعد ما كلت السم جاءت لارهم تيدقوا عليهم بكل برودة تيقول ليهم راها بنتكم كلت السم راها مشات وكيمشي وكيطلو وشي مسافر كل واحده عايش في الحياة ديال وكأنه ما عندو مش واحد الموضوع يتناقشوا عليه عندهم واحد البنت البنت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها أنها في دارهم نيكا تخرج راها بحلة خرج شي حاجة كبيرة من البيت ونهار كتجي زيارة لدارهم راها جت بحلة جت شي باركة كبيرة الرسول صلى عليه وسلم اللي احتارم الزوجات دياله واحتارم البنات دياله وعطاهم واحد المكانة ديال الاحترام والتقدير هد تيد من هنجا قال لي هم را هد بنتكم راك لا تسم مشاو منعهم شوفوا القوة كيف جديرها وانا بنتي حية جي عندي كاتب كي وكاتشكي وكان نردها وكان نغلب عليها ونقولوا لا سيري ضل راجل ولا ضل حيطة نا ونقولوا لا سيري وصبري ونقولوا لا لا دربك فادر رقنا رجع دك الاشياء ديال القديمة اللي كانت الناس كسبني غيب الطوب وكاتسكن والناس عيشها في البادية غير في الخيم وكاتعطالشي واحد زي عمارة لباس عليه كاتقول لا يا را عنده احنا عناها الخيم وهو عنده الارض دياله إلا ضربك فادر رقنا قسلي فادر رقنا باش ما يخرجكش تخرجيش إلا بغت تخرجي يقولوا لا خرجي سقيد غير ورجعي قبل ما يجر رجل يلقاك بالرئيس تدعلك الباب وكانت الناس الباركة كانوا الناس كيف هموك يحرفو علاش داب الناس هادو اللي كبروه الجنراسيون اللي كينا دابة مش ديال دابة دابة اللي قبل ولو تأموها ديالناس البادية بغو يتبعو دك شدك شي قدام احنا را في الفين واثنين وعشرين جهت عندك بنتك باكية سواء وغن في البادية ولا في المدينة ولا في الخارج ولا في المر يخو ولا ما عارت فين قلسها وجيب دك السيد قلس وصنع البنتك في بيت وصنع ليه وفي بيت وقالي أمو قل ليه هضرو هضرو وشوف هادك شنو تيقول واشنو كدقول واش نفس الكلام اللي قلت لك بوحدة واش نفس الكلام وكان عطيكم العاد انه هو تيكذب وهي كدكذب ضروري تدخل كدب علاش لانا تقارات خصتت مشي في حالها او لا هو تيكذب ضروري خصو يحطها لانه شفلوش يشوفها وممكن يكون غي خلاف بسيط وكيجمعوهم وكيهزر رجل مرتو وتيقول هتيحشمو مني كيبدو يتقابحوك يحشمو هادو ولاد الناس هاد السيد مني مشاو دارهم وتيقلوا لي هديها باش تمشي للمستشفى علاش ما فكرتوش تعيطوا لرجال دارك مع ان المنطقة كيس حكم عليها الرجال الدارك تعيطوا لهم بسرعة ديجيو حيدو مني بيلكم ديق القضية دي اللي ركن تعيطوا للسلطات وما كي تجيوش كي يجيو كي يجيو وإلا ما تيجيوش كيتكون عندو مخرجات أخرى ونفرضوا مثلا ما بغدتاشي واحد يجي ونمشيو عندهم ونصفتون ونمشي حد انتم ما كتعرفوا صحاب الدوار سريع ما كتوصل الأخبار ما توصلش من دينا وتوصل في الدوار ضغياء صوت على صوت على صوت يوصل وبقت سيدة المحتاج لستها برد فيها السم وهو ديهي رفراسه بالله راحيت هيكلت السم على ما كيتداعي وانا قلت لكم في الأول انا كان شك انه ممكن هو يقول لها كلي وزع ما راه صافي راهية المتهمة الوحيدة هي الانتحرات وتيقول انتحرات واش الناس طلعت للسطحان وبغدت انتحروا طلعوا لها ناس وهدوها وهبطوها سطح سطح اللي غديد الانسان يفنتيك ويطح يك وهدروا معهم الناس وطيبوا معهم الخاطر وقنعوهم ونزلون علو الشيطان وعرفوا ان الله حق ما كيبغيش الانتحار قتل النفس بدون ذنب حرام وانت اللي المراد يا لك اللي ضحت معك ثلاثين سنة رمشيغ المصران اللي يضر على هذا الفعل اللي درتي ره يضرها المصران والقلب الرية والطيحان ويدرها الراس وجيها الطنس وجيها السكار وجيها شحل من أمراض مزمينة جيها على قبلك ولا بحالك الرجل اللي وصلنا لالفين واثين واثين وعشرين وما كيعرفش يساوي المرأة ويتي تجوج حتى تكون هاد المرأة مواطية هي اللي غا تقول كثير تجوج هي اللي غا تقول لالك وكون على يقين وش حال من المرأة دارتها مع رجلة لا لي شيء غير باش تعرف ان هاداك الرجل يا كانت كتبغيه يا هاداك الرجل عارف هالحيرمن ديالو مع هاداك السيدة كانو كيتحب ومع بعض وما بقاش اللي يعتني به ومحروم من بزاف للحويج كتبغي تارح عليه تقول سيرولد الناس تجوج وجيب فلانا ولا بنت فلانا ولا لكتعرف شيء وحدا وكتقول لنا إلا بادلتوا بهاد المبادرة را غا دي المرأة ديالو تجي وتواسيني أو على الأقل يعيشوا وموحيتهم يجيبوا لي شيء وحدا وأنا قلسا مصط منهم وما كيتلقاش وكان العديد وكان المرأة ما تتولد شو تيجي الرجل تيقول لنا ما والش لما بينيش تقول لي لا تولد وانا نربي ويجيب مرأة وتصدقوا والدات بجوج أو كتصدق غير هذي كلي والده والخري كتتربي كينين ولاد الناس كينين كين التربية كتتخلق ما بين جوج الناس كين الاحترام ما بين جوج ديال الناس مرأة ورجلها هذ الرجل اللي كي حسب على المرأة إنها مرأة دوخسو يمشي تجوج علا علش مردس هذيك السيدة ولدت لكلول هذيك المصران مالو ما حملش كرشها وضرها ضرها وضرها مسران وضرها تمعتها لا هذيك السيدة ما صهرتش على دوك الدراري فيهم السخانة فيهم الإسهال فيهم الزفد الحويج لا هذي يولا بوحدة جابتوا من ضربها هذيك السيدة ما صهرتش عليك انت خرج خدام كل شي كيطيح كل شي كل شي كيطيح من بعد الناس حتى وما اللي كيدخلوا في حيات الزوجية ديالناس وكيبقوا يحلل له ويحرموا رتا هو وراء مسكين رتا هو مسكين علاش معمر رجل تيكون مسكين الرجل معروف انه هو رجل الدار هو العمود ديال الدار الرجل هو اللي تيكون مكيبي كل شي معمر لمرة كتخرج تخدم على الرجل ولا في هذ العصر لمرة ولكن معولد الناس معولد الناس اليوم أنا نطيح ونتا تكون وقف وغدا أنت تطيح وانا نكون وقفة لكن باش أنا ديما نوقفة وهنا نطيب وجيب لها الضياف وجيب لها ديري الملاوي ديري بسطيلة حمري تجاجة ديري الحمبل البرقوق جيبي الفطور ديري الحرشة عجني الخبز وهو كيتبه أحد أصحابه أنني راني عندي مراد يالدار ولا بغيتو العراد يجيو عندي كينقذ علاش عند المرأة عنده جاد نهار كيتقذ جاد ما كيبقاش يبغي ها كيمشي يجيب وحد أخر وهدي كل يجاب لأن كل وحد جات هي رقم جوج إلا وكتخلي يعود لها للتاني وطبيعا هو كيكذب وطبيعا هو تيكذب تيقول لي يارا فعلا صانعا يرى وكانت طيب وكانت ويعرى ودك شي لأن كيميد لأخ ستايد بحال كتشوف هي أن هو طلق وبرغ ما هدك شي لأن هي امرأة وكتفهم أن امرأة ضحات وطيبات وكل شي وكتقول لي الله أخو ملهوف على خصو ياخدها وياخدها بالشروط وما كتدير شي تعرفتي عليا وخليتها خنتي معايا وخليتها أو لجبتيني لدار بونسي تيا الرجل كان خصو مني نمشى لدار 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 للمرحوم الله يرحمها خصو واليدي هاي شدو يعطي وصل خاد لعصى لأن هم عارفوا بإن لرى واحد النار غادي قتلها عارفوا قالوا بإن لرى عارفنا واحد النار غادي يدر لأ شي حاجة أو لا نمشى معاهم ونشوف أن السيطيازون دي السيدة كيف اشطايحوا وكتتقطعوا مغيبة وكتتوجعوا وما كتتوجعش هذه ساعات غادي نقولوا البعضيات نجيبوا الجندرم يقول لنا لن نشدو حتى نعطي عقاد أو لن نهزو ندو معا الجندرم أو لن دنب ديالها الكبير لأن بكات وشكات وعند وليدات وجات عندكم هو كمك الحال ولو أن هي تقل السم هو اللي قتل هو اللي خل لعب طلع لها الإسعافات الأولية ديالها هو اللي مهزاش المستشفى هو اللي ما رعهاش مرت هي مسؤولة منه وانتم مولدي همسؤولين منها من الدرجة الأولى اللي زوج بنتي بقى تابعها إلا إلا ما سو تاخد دول الأرض ما بقى عنده حتى شي حاجة وكتبقى الله ولي وهي إلا كانت عند وحد الشجعة كتدفع على رأسها أما إلا كان عند أخو تبقى يكسر الظهر ما إلا تقلس مع رجل بحال دا كمال والد قول لان غان يقدروش يطلق لأن معارفين المراحل اللي كينا في الدار عندهم من مرحلة أبها لمرحلة أخوها ما غاديش يسندوها وخصوصا إلا كان أخوها واخد شي مرة ما مزياناش وكتحرش عليه أو أخد مرتبها أو حتم ما عندش السلطة مرة الرجال هم مالي يديرو الظهر وكيسندو الوليات أنا عندي بنت نجوج هون بقى مراعيها وتابعها وشنو كليتي وشنو شربتي وإلا كانت مخصوصا من شي حاجة عادي ينوفيها لها ما نخليهاش تخص من شي حاجة لأن بنتي وان أبباها وان أخوها والأخو كيزور أختو يتغدى عندها نهار الجمعة ولي يجيب ولده نهار الحد ويعرب عليها نهار ثلاث والأربع والأخميس يقصر معا ورجلة وليدتها بشهدك الرجل يطرعب ويعرف رجال مش يغيب عليها ونهار توقع شي حاجة كي يعرف رسولة جا عند الشمية كي يضرب صباط وكي يخوف هم بش يخاف منه وده بات السيدة اللي ما تتشهيد الله يرحم أول حاجة ادته من الوالدين وادته من الأخ اللي ما فيه والو اللي كيتفتف اللي ما فيه ربح هاد الأخ اللي هو بدروط ولع بالدور دي الزوجة الأولى اللي ما يهضروش مع أولاده وكي يخبيه عليه كيمشي عند المرأة التانية وكي يقلص عنده وكي يجي بما اعترف الأب دي كبير واللوم الكبير والكتير للأخ الأخ اللي شاف حياته اللي كي هرب من البدي وكي يمشي عند المرأة للمدينة الأخ اللي ما كيعرش حتى يعبر مع أنه على حساب الكلام دي ووعي علش وعي وعي لأنه عنده مرأة ثانية صيوعة بش عرض كيف يكسب ها عنده وي أخد وم المرأة اللي أول في الضار مع الرام دي الدراري هاد الأخ هذا موت حسن من حياته موت حسن من حياته ده بعد جاي كتتأسف هشنو هاد الحال اللي صدق البنات اللي تجوج وكين ساوم والدي وش غادي اللقمة دي الخبز اللي كتاكلها في الضار عندك كتتهن من ها راه راه البنت اللي كانت في الضار هي اللي تجفف وها تجمع وها تحل باب وها تحط الصندالة دي الباب تحيد من الطريق هي اللي تشطب هي اللي تطويل حويج هي اللي تطلع الصابون هي اللي تجيب الخضراء وتنقي ها وتمشي تجيب الحليب نعند ملحان وتحط طبل وتقلس وهي لدير الدفق في الدار ماشي نهار نجوج وها نسود كل اللي داير ونقول صاف تهني نجوج نهار تحت راه ما كدير والو راه هالبنت حتي لفز دات وخرج غير صالحة راه من دار من دار ذاك الشي ديال ومخيب أما إلا جوج نهار كم مكن الحال نجوج ومبق تابعين وحارسينها ونقول لولادنا أختك سير عندما مسالي اليوم أنا سير هزاد صخرة ديال أختك سير هزاد تليفون هدر مع أختك واس أولتي في أختك وش هدرتي مع أختك باش فيما يدور داك سيد يلقر أخوتها مع حيطينا تايلك كان وشي نهار كي يهدر مع ها بالغواث أو يهدر أخوها مع أخت وام ولب ها و أخص الرجال يدور ذاك الرجل ويقول الله العظيم اللي عند أخوتها أنت بحي الحسين بها وأنا غضبان عليها رغم مهم في دارهم ويدير له الشان وش عباد الله المغربة مبقوا وش عارفين كيف يوسي العيالات ديالهم وش هدل إجرام كسر في العروبي حبس يبرد نفسه ودفا هذا دار الجري ما بيد سواء ما أعطاه هش السم يعني هو خلها ما أعطاه الإسعافات الأول يرى هذا خلها تنتحر وكي ساهم في الانتحار وكي شجع الانتحار واتباطئ أنها تموت لأنه هي اللي كره هش يحملها وغادي يقول انتهيت انتهيت يرى انتهي انتهيت وعطاها الوالد يوم ما عارفوش بها مشات ترجعت الأمانة عند ربها الكريم اللي كيحبها وتييبغيها خدات دك الشي اللي خدات من الدنيا ومن فرحان شفيه ودها صدر بالحنين الكريم بش يعطيها ويعززها ويكرمها ربي والرسول هم اللي عارفين بقيمة المرأة سواء زوجة أو بنت أو أخت ره اللي عندو اختو يتهله فيها واللي عندو بنتو يتهله فيها واللي عندو زوجتو يتهله فيها ره الربح اللي كتشوفو من العيالات ره ما تلقاه في تشي بلاصة مش هي هادة انهم اخو تكون مزيانين شوي انما الاخ الاخ ديالو تيكون عندهم واحد الحب قوي وما كيتشرحش وما كيتفسرش وما كيتعطاش فيه مناقشة كيف اهم اخوه وكيف اهم اخوه وانما يلكنت البنت مع العلم انها هي ماشي ضعيف قوية لانه هي اللي كتسند الرجل اللي كيعطي هي القوة اللي كتكون في الدنيا هي القوة اللي في الدنيا هي اللي منها خرج كل شي هاد شي خاصة هديك المرأة كيف ممكنت النوع ديالها تحس بدك الدفع تحس بدك الحب ما كتبغيهاش هز هديها البولي دي اقول ما بقاش بقاش بيني وبين هالود نعاس ها ما تجفف ما كتطيب ما كتلتها مالحة ما كتلتها باس لا عندي من دير بها خودوا بنتكم انا غنقلب على رسول الله يجيب لها اللي يكون بها هاد هو السبب اللي كيخلي البنات كيطيخوا في الرجال بحال هدو وما تيكون عندهم السند وكيدروا فيهم اللي بغاوا والسبب الاساسي هم الوالدين الوالدين اللي كيعطيوا فرصة لولاد الناس اللي ممزيانينش قبيلة قلت نا ولاد الناس وكنين ماشي ولاد الناس وانما كنسحب هاد الكلمة كلهم الناس ولاد الناس إنما كين الولاد اللي ممزيانش وما كيعرفوش الاحتراب را التربية ديال الزوج باش يتعامل مع الزوج را ماشي الوالدين كيعلموا هلا كتتعلم هات يلقائيا في داركم وإلا ماشي في داركم كتشوفها مع جاركم كتقدر تقول أنا ببما تعمل شمي بحال كي كيعامل فلان مرتو وكتبقى تأمل في داك التعامل ديالجارك أو عمك أو خالك أو شي واحد من الناس اللي كتعرفوهم مخدمين معاك وكتقول أنا غادي تكون عندي زوجة أو ولاد وغان عاملوا معك را ماشي را درست كيتربعتي القائمة كيتربعش في الضار مع العلم أنه ممكن يتخاد من الضار هدك علاش كنقول وحنا تقو الله في بنات الناس بش ربي يعزز لكم بناتكم كما تودين وتودان وهد سيد خصوه تعاقب خصوه خصوه تعاقب خصوه تتجن بتهمة القتل بتهمة القتل وكيتباطئ كيتباطئ على باش تمشي خليه تمشي خليه تمشي والله وتأحد ما يجيد علاش كترفضوا لمساعدة العيالتكم إلى مرضو أو لا داروا شي حاجة أو لا غلطوا علاش علاش تخليها تمرد وما تداش السباطار علاش تخليها تاكل الدواء وما تداش الإسعافات الأولية علاش ما تستنجدش كون كانت نيتك حسانهم زيان ما غديش تخلي التواصل بينك وبين السلطات ما يكونش كنت مننا وإن شاء الله يكون هذا الموضوع هذا تعرفت بيه الحق دي الله مرة وكيفش تعاملوا مع المرأة مع العلم إنما شي أول وحدان اللي هنتكلم على هذا الموضوع هذا وإنما أنا أعطيت واحد تفسير أقوى شوية وواضح شوية لبعض الناس اللي ما كيعرفوش ما بينهم ومو بين الله مني ما كتبغيش تعامل مع مرتك مزيان خلاف دارهم ما تزوش بها ما تعشقهش في الأول وفي الأخرة الدار ودك الشي اللي عشقتي فيها يربما يكون شي محدد عندك والجوهر والداخل ما تكونوش متقاربين وإنما أنت كتشوف غير الشكل ومنك تدير الدار ما تقوم لك بزاف ديال الحويج اللي أنت ترتاح فيها كزوج في الدار مثلا تلبس مزيان تهلا في رأسها طيب مزيان ترتب مزيان تكون مثلا آنقة في ترتيب ديالها في دارها في كل شي ما كيحصلش وإنما هذا الدور ديال كنت لخص تقول لها كيف عش تعاونها باش توصل لها وتكون نظرة عندك كاملة مش تجيب عشقه في الأخر تقول لها سيري وتجيب أحد وتعود لها معجبتك تبقى مصمم وكتقول لها تجيب لها لها ترجع لها من الدنيا أرى نعطيها السم أو نشجعها على الانتحار كيف رسد السيدة تجربت السم كيف رسد السيدة تقلبت على السم منين جابته انتلق خطة بطين تجيبت لها أنا حاط فرصي أنك انتلق تلت وكنتمنى من السلطات تدير بحث دقيق في هذا الموضوع دياله السيدة هذي الله يرحمها ويوليها برحمة الله باش هذي السيد يتعقب بكيل الحالات سواء دار يدي ولا ما دارش لأنه قدم النية دياله في القتل دياله السيدة من الأول والله يسمح لوليدها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته